اهلا احبائي وصل يسوع بستان جتسماني وهو عالم بكل شيء هذا البستان اسمه طبعا بستان جتسماني فيه شجر زيتون الى يومنا هذا موجود بعض الشجرات اللي بيتراوح عمرها بين الالفين لتلات تلاف سنة لانه شجر الزيتون لا يموت بيضلوا يكبر الجدع بموت الجدع وبيطلع الطلق ويخرج قضيب من جذع يسا فهذا الطلق اللي بيطلع يعني حياة من موت هذا البستان اسم على مسمى يعني معصرة زيت واكتشفوا في المنطقة معصرة زيت احبائي هذا المكان المحبب على قلب يسوع المسيح اما كان يروع عند اصحابه العازر مريم ومرثة او كان بيمكث في هذا البستان احبائي اسمه بستان النزاع بستان الصراع لانه المسيح كان بصارع في هذا البستان يا ابتاه ان امكن فلتجز عني هذه الكأس ولكن لتكن لا ارادتي بل ارادتك مشانك يسمى بستان النزاع الصراع والتلاميذ كانوا نيام قال يسوع لم تقدروا ان تصهروا ساعة واحدة صلوا لالا تدخلوا في تجربة المسيح وهو عالم بكل شيء طبعا بعد قليل جاء يهوذة الاسخريوطي مع جيش روماني ومع حرس الهيكل وجمهور كثير حتى يلقوا القبض على يسوع المسيح فتقدم يسوع هذا اندل على شيء بدل على محبة المسيح وعلى شجاعة المسيح لانه جاء لتلك الساعة لانه هو الذي قال هو ذا ساعتكم فاذا سأل يسوع من تطلبون اجابوا وقالوا يسوع الناصري قال انا هو من قوة هذه الكلمة راجعوا الى الوراء وسقطوا على الارض رجعوا سألوا مرة تانية سألهم من تطلبون قالوا يسوع انا هو مرة تانية سقطوا على الارض يهوذة تقدم وكانت العلامة قبلة ابي قبلة تسلم ابن الانسان مع ان احبائي القبلة في عداتنا الشرقية هي يعني علامة الضمان والاطمئنان والسلام والبركة والاخوة والعائلة استخدمها يهوذة الاسخريوتي ان ينكر وان يسلم يسوع المسيح وفعلا اخذوا يسوع المسيح من البستان لكن شيء اخر مش بس يهوذة سلموا في هذا البستان كان بطرس حامل خنجر سيف صغير يعني وقال له انا اضربه راح بطرس بتسرع ضرب واللي ادر عليه صاب اذن عبد رئيس الكهنة ملخص فقال يسوع لبطرس رد سيفك الى غنده الذي يأخذ بالسيف بالسيف يأخذ هذه ليست رسالة المسيح وليست طبيعة المسيح وليست روح المسيح وفعلا صنع المسيح معجزة رد اذن هذا العبد وطبعا يسوع دافع عن تلميذ واذا كنت بتطلبوني دع هؤلاء يذهبون وفعلا اخذوا يسوع